اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم ان شاء الله سوف نرى بعض المشاكل التي تترى عندما تريد ان تضع سؤال او تقول جملة في المرة تخلط البندم الباساتو بروسيمو مع الامبرفيتو او المضارع مع الماضي كما نقول اذا سوف نحاول نضح شيئا في هذا الترس ونجعلكم ترجعوا الى الترس لكي لا يرى الترس المولى يقولون ان يقوموا بها وكل شيء انا سوف نجعلكم الرابط ونجعلكم الفيديو امامكم في اخير هذا الفيديو اذا سوف نبدأ على بركة الله اذا اول شيء نبدأ بالحاضر الحاضر الذي تصريفه سهل حاضر هو البرزينتي اذا اقول انا اذهب انا اذهب انا اذهب اول شيء انتم ستحولونها اللغة الايطالية كيف ستقول في اللغة الايطالية فكر جيدا اذا اقتدى الحال اوقف الفيديو اذا ماذا ستقول فكر جيدا ايو ايو انا اخبط في الحاضر اكتدى الحاضر ايو ايو باض ايو باض أنا أذهب إلى العمل أنا أذهب إلى العمل كيف ستقول باللغة الإيطالية فكر جيدا هنا إخواني أخواتي باش تعلموا حتدك لبربوزيسيوني حرف الجر لها إيلا لأنها تختلف من جملة الجملة إذن ماذا ستقول باللغة الإيطالية فكر جيدا سنقول إيو فادو كما قلنا يعني أنا أذهب أنا أذهب لكن أين أين دوفي أين فين إلا إلا هذه هي حرفجر بريポزيسيوني سمplش حرفجر إلى العمل لavoro لavoro اللavoro إلا العمل راتي دومعي إيو vado اللavoro إيو vado اللavoro إذن هنا كنت هدرو على البرزنة دي هو البرزنة إدكاتيو شيئا لك تعود شيئا لك تعود يوميا مثلا إذا قلت لك مثلا أنا ذهبت أنا ذهبت يعني أنا مشيت تنظر هنا ما كان نغضر في البرزنة كان نغضر في ال passato وهذا ال passato يتسمى passato prossimo أو الماضي الناقس إذا كيف ستقول باللغة الإتالية فكر جيدا كار مزيان سنقول sono andato sono andato يعني أنا مشيت لكن إذا كان نغضر في المؤنة في منile كان sono andata andata كي andata أنا ذهبت سأخبر sono andato sono andato أو sono andata إلى ماذا مثلا dove إلى أين أين ثين إلى الصيدلية أنا ذهبت إلى الصيدلية نحن نعطي شغير فعل الفاعل نعطي حتى نفعل به كي تكمل الجملة وتكون المعنى إذا أنا ذهبت إلى الصيدلية كيف ستقول باللغة الإتالية فكر مزيان فكر مزيان إذا نقول sono andata هنا كي تكمل في المؤنة sono andata هنا مش مرة كي تكمل الرجل كي يقول sono andato dove أين in farmacia in هي في هنا كدلك عرف preposition simple in farmacia farmacia هي الصيدلية ردي dumai sono andata هنكتبنا andato لكن مشكل لأن نفس المعنى غير هي اللي كيتكلم المؤنة نقول andata sono andata in farmacia sono andata in farmacia كنت راجل غير sono andato sono andato إذن هنا إخواني أخواتي كنت كلم في الماضي الماضي ناقس أو passato prossimo passato prossimo في الماضي sono andato أو sono andata قبل أخواتي io vado io vado presente presente يعني المضارف نضع في الحاضر إذا قلت لك سأذهب هنا تغيير المسائل سأذهب يعني غادي نمشي غادي نمشي ما عرف غداب غدام يعني هنا نضع المستقبل المستقبل الفتور الفتور كيف ستقول باللغة الإيطالية إذن هنا تصريف التالث فتور يعني مستقبل ماذا ستقول باللغة العربية فكر جيدا سأذهب كلم ستقول andro andro يعني بها سأذهب سأذهب غادي نمشي andro هنا دائما كما تكتب التمائر لا تكتب الإيطالية لا تستعمل بسف نقول io يعني أنا io andro أنا سأذهب لكن عندما تقول andro نفس شيء يعني سأذهب رددوا معي andro andro أردوا لكم مع ذلك العلم الفق اللي هي la cinto la cinto اللي في preposition preposition لتعود تعود وتسمع هذا preposition لكي خلقوا مشكل ولكن غير مع تعود هم ركي يجب سهل إذن سأذهب إلى المدرسة سوف تحولها إلى اللغة الإيطالية ماذا ستقول فكر جيدا فكر مزيان قلنا سأذهب هيا andro andro أو iyo andro يعني سأذهب إلى ماذا dove a a هنه درنا a اللي هي ila أقول a skwola ila المدرسة المدرسة هي skwola رددوا معي andro a skwola andro a skwola دماني domani أو دماني mattina andro a skwola con miyo filio مع ولدي andro a skwola con miyo filio إذن إحنا إخواني أخواتي كنهدرو في futuro futuro اللي هو المستقبل futuro المستقبل الباسد futuro semplish هدرنا على presente vado هدرنا على pasado próximo يعني الماضي sono andato futuro semplish أو مستقبل الباسد andro andro بقي لنا واحد آخر اللي هو الرابع هنا عندما أقول أنا كنت أذهب أنا كنت أذهب كنت كان نمشي كنت نمشي في الماضي هنا في الماضي لكن مشي هذا الماضي الناقص ligno pasato prossimo no ok هذا يسمى limperfetto limperfetto كنت كنت نمشي كنت كان نمشي أنا كنت نمشي يعني شيء ما نمشي في الماضي لكن تأخذ وقت طويل مستمر كنت كان نمشي مثلا البحر هنا يمكن تضرع له مدة طويلة نمشي للمشي البحر البحر مثلا مثلا إيار سنو عن دات الماري البحر نمشي لسمه وسألت القادية إذن هنا سنقول أنا كنت أذهب هي إيو أندافو أندافو يعني كنت كان نمشي كنت أندافو هنا لدينا البحر لكن هذا البحر يسمى l'imperfecto l'imperfecto هو البحر لكن نمشي في الماضي وكتن لديه مدة التي كنت نمشي ولكن كنت تعاود مدة هنا يعني كنت نمشي عن طبيب لكن الطبيب اللي كنت كان مشي عنده مرة وحدة أندافو يعني كنت كان مشي مرة جوج يعني مدة مدة طويلة دل دطور دل هي عند عند هذي كذلك هي preposition لكن تسمى preposition articulata دل دطور هي عند الطبيب ردد معي أندافو دل الدطوري أندافو دل دطوري إخواني أخواتي سأتقلوا قدامكم ونحط لكم قدامكم الفيديو تصريف في الحاضر في المستقبل وفي الماضي الناس الذين لا يعرفون ما يرجعون ويشوفون ذلك ونحط لكم كذلك الرابط في صندوق الوصف كي الذين يعرفون مزيان مزيان يدخلوا ماذا يدخلوا القائمة القائمة يعني بلايليست يكون فيها كاعة هذو الدروس النحو الصرف ويدخل لك اللي بغا كي إخواني أخوتي موعدنا غدا إن شاء الله بحول الله شكرا لكم على لايك على تحليقات شكرا للناس لدخل القناة وموعدنا غدا إن شاء الله تمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته